موسيقى موسيقى مشاهدين كوشك الصحافة أهلا بكم وإلى أهم ما تقوله المواقع الإخبارية والصحف العربية اليوم نبدأ من ما هي أولى المهام التي قام بها وزير الأوقاف في حكومة الإنقلابيين موقع يامن مونيتر قال إن وزير أوقاف الحوثيين يبدأ عمله بافتتاح أكبر مقابر لقتل الجماعة في صنعاء وضمار وكشف مصدران في صنعاء وضمار أن وزير الأوقاف في حكومة الحوثيين واجه بافتتاح مقابر بمساحات كبيرة وجديدة في العاصمة وفي محافظة دمار المجاورة لقتل الجماعة المسلحة في الجبهات أشار المصدران إلى أشار إلى يامن مونيتر أن وزير الحوثيين شرف القليسي أمر بتسوير أراضي كبيرة للدولة في جنوب وشمال صنعاء كما وجه ببناء مقبرة كبيرة شمال مدينة دمار يتابع الموقع افتتحت جماعة الحوثي أكتوبر الفائت مقبرة جديدة في دمار كما افتتحت ثلاثة مقابر جديدة في بني الحارث ومقبرتين في بني حشيش خلال الفترة نفسها إضافة إلى مقابر أخرى في معظم البلدات في صنعاء وضمار إلى محافظة إب حيث يقول موقع الموقع بوست أن ميليشيا الحوثي تقتحم منزل المواطن منزل مواطنا وتماهد لتفجيره بعد إخلائه وتختطف اثنين من أفراد الأسرة أفاد شهود عيان أفاد شهود عيان من ساكني منطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب لمراسل الموقع بوست أن ميليشيا الحوثي والمخلوع اقتحمت منزل أحد المواطنين اختطفت اثنين من أبنائه وأخرجت البقية تمهيدا لتفجيره قال الشهود إن مسلحي الميليشيا أبلغ أصحاب المنازل والمحلات التجارية المجاورة بعد اقتحام المنزل بإخلاء المنطقة تمهيدا لتفجير المنزل مصادر أوضحت أن الاقتحام وإخراج الأسرة إلى الشارع يأتي بعد حادثة مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر بالقرب من المنزل الكائن مقابل بوابة معسكر الأمن المركزي أولويات اللحظة اليمنية الراهنة تحت هذا العنوان كتب نبيل البوكيري مقاله المنشور في مصدر أونلاين وقال الكاتب يأتي في مقدمة الأولويات الاقتصادية مسألة ضبط المالية الإرادية لدولة وقطاعاتها المختلفة من نفط وغاز وجمارك والضرائب وغيرها خاصة وهذه تمثل أهم موارد الدخل لميزانية الدولة التي وصلت مؤسساتها مع الانقلابيين لمرحلة الإفلاس التام من خلال نهب هذه المقدرات وتحويلها لمنافع شخصية وفئوية الانقلابيين وميليشياتهم باعتقاد يعتبر هذا الباب من أهم الأبواب الخطيرة التي تعزز حيبة الدولة وتحقق وجودها على الأرض وفي عيون مواطنيها الذين قدموا التضحيات تلو التضحيات من أجل حضور هذه الدولة ومؤسستها وخدماتها حتى في أبسط سورها فبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي تمر بها المنطقة ككل وفي مقدمتها دول التحالف العربي التي قدمت الكثير لليمن لكن التزاماتها الداخلية والدولية تبقى لها تأثير في سير معركتنا الوطنية أيضا وتذبذبها حينما يتم ربطها بشكل مباشر مع جندات التحالف العربي والتزاماته الدولية وضغوطاتها الكبيرة فيما يتعلق بسير المعركة اليمنية التي بات من الضرورة استقلالها المالي على إمكانياتها الوطنية المتاحة عسكريا تمثل معركة تعز والساحل الغربي أهم معارك تعجيل إسقاط الإقلاب بصنعاء وتقليل خسائر وتضحية معركة صنعاء وما حولها وذلك من خلال فك حصار تعز كليا وسيطرة على الساحل الغربي من المندب حتى ميدي وهو ما سيجعل الإنقلاب محصورا في هضبة صنعاء دون أي منافذ للتواصل الخارجي لتزويده بالسلاح وما يحتاجه من مقومات إطالة أمد المعركة تعليقا على تأخير رحلات طيران اليمنية من سيئون قال موقع المشاهد ابقوا في سيئون رحلة اليمنية تأجلت يقول الموقع رحلة مضنية يبدأها المسافرون من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى الأردن الهند مصر والسنان ثلاثة أيام ليست كافية المسافر عموما بحاجة لحافلة نقل مسافرين من صنعاء إلى سيئون الواقعة على بعد 600 كيلومتر إلى الشرق من البلاد حيث تستغرق الرحلة 22 ساعة وأحيانا تزيد في ظل انتشار النقاط الأمنية التابعة لمسلح جماعة الحوثي وقوات صالح ويقول أحد المسافرين إنهم يضطرون إلى صرف المزيد من النقود كنفقات مأوى والبعض لا يجدون مصارف إضافية خاصة إذا كانوا مدعوين لدورات تدريبية أو للدراسة خارج البلد لسيما وأن طيران اليمنية لا يتحمل نفقات التأخير رغم ارتفاع أسعار التذاكر ما زال خبر انفجار شاحنة في طريق عدن أبيان متصدرا لموقع عدن الغد حيث قال الموقع انفجار شاحنة محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى عدن عاقب حادث مروري في أبيان وقال شهود عيان لعدن الغد إن شاحنة كانت محملة بأسلحة ومتفجرات بأسفلها ومغطى بكمية من القمح كانت في طريقها إلى عدن حينما تعرضت لحادث مروري لتنفجر الأسلحة التي في داخلها ووفقا للشهود فقد تسبب الانفجار بمقتل شخصين كانا على متن الشاحنة وأصيب ثالث بجراح بالغة يتابع الموقع تناثرت كميات من المتفجرات على جانبي الطريق فيما قام مرة بنهب ما تبقى من السلاح الموجود على متن السيارة وفقا لموقع الاشتراك نت فإن أعضاء الحزب الاشتراكي ماضون في إقامة فعالياتهم في صنعاء رغم مخاوف البعض من ممارسات ميليشيا الحوثي عنوان الموقع قائلا الاشتراكي اليمني يحيي ذكرى اغتيال جار الله عمر وأربعينية الحدي وقال الموقع إن الحزب الاشتراكي اليمني ينظم فعالية خطابية صباح الخميس إحياء للذكرى الرابعة عشر لاغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني كما يقيم الحزب في ذات الفعالية أربعينية الفقيدين مسعد الحدي عضو اللجنة المركزية للحزب وحسن الأزنم الحدي عضو لجنة مدرية دمت الحقيقة في موت الصحفي محمد العبسي مجمد في تلاجة مشفى لا أحد يعلمها حتى اليوم وربما لن تخرج الحقيقة من ذلك الصندوق سلمان الحميدي يكتب في يمن مونيتر عن الانتقال من مأساة العبسي إلى مآس أخرى واحتمال لنسيان ما حدث يومان من المواويل يومان من طرح الاحتمالات ثم الانصراف للبحث عن الجديد المأس فاضحة هل صرنا مجرد فعالات مؤقتة على فيسبوك؟ حيوات مبللة بردات فعل لا تدوم كثيرا العواطف تشبه الحليب المعلب تنتهي صلاحيته بعد ساعة من الفتح كان العبس قريبا من الكل مؤسفة هذه الكان بقدر حيرة هذا الكل ما يزار محمد بيننا الروح عند الله والجسد في الثلاجة الكلمات ترتعش من البرد أحس برعدة البرد تسري في دمي العبس وفي ذروة البرد ممتد في الثلاجة بلا حراك الحقيقة المغيبة تحتاج إلى تشريح والمشرحة بيد المتهم ونحن غارقون في صمت وخيم لا نعرف أي الطريق أقرب من الثلاجة إلى المقبرة أم من الثلاجة إلى المشرحة العبس محترف في صناعة المفارقات لن ينسى تفاصيل الطريق الحفر التي ترجو النعش البنايات العشوائية وتورط بلدية المخلوعة المقاولة الذي تقاسم أرباح المناقصة مع جهة ما رواد العالم الافتراضي تركوا كل شيء على عاتق أهل العبسي المكلومين حتى أصدقائه انصرفوا من بلاط المستشفى ولم يجرؤ أحد لاستشفاف سباب الرحيل ولا لإعلان استمرارية الحزن على هذا الفقيد الكبير إنه الخوف من زيف التهم المواطن الهندي الذي اختطفه مجهولون قبل أشهر في عدن ظهر في فيديو يقول لو كنت أوروبيا لا تحرك العالم مواطن الهندي مخطوف في اليمن ينتقد تراخي بلاده في الإفراج عنه وفقا لموقع مصدر أونلاين فإن الحكومة الهندية قالت إنها لن تدخر جهدا للإفراج عن المواطن الذي خطف في اليمن ويقول الموقع يظهر في التسجيل الذي مدته خمس دقائق المواطن وهو يناشد رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي للعمل على الإفراج عنه وقال المختطف أجر الخطفون العديد من الاتصالات مع الحكومة الهندية للإفراج عني وأنا حزين لأنه لم يتم بذل جهود جدية في هذا الخصوص يتابع المصدر أونلاين خطف توماس أوزونالايل خلال هجوم شنه مسلح إسلاميون على دار لرعاية المسلمين تديرها في مدينة عدن في مارس من العام الجاري صدر موقع عدن تايم صفحته الرئيسية بالعديد من العنوين أبرزها هادي يقطع ثلاثة مائة وخمسين كيلو مترا برا من المسيلة إلى المكلة قال الموقع إن الرئيس عبد الرب منصور هادي قطع ثلاثة مائة وخمسين كيلو مترا برا يوم الثلاثاء من المسيلة في وادي حضرموت إلى مدينة المكلة يتابع عدن تايم هادي أرادها برا وليس جوا ليوصل رسالة مفادها أن حضرموت آمنة ومستقرة إلى موقع مسند والذي تابع واحدة من قصص نجاح اليمنيين في الخارج وأورد نموذجا لذلك وهو الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين عبد العزيز المخلافي قال الموقع خبير اقتصادي دولي يقيم في ألمانيا منذ 22 عاما وتم تكريمه من قبل الرئيس الألماني في ديسمبر العام الماضي كأفضل الشخصيات تأثيرا في مجاله قدم الخبير اليمني نصيحته للمستثمرين العرب قائلا بأن يربطوا استثماراتهم أو برامج الاستراد أو التجارة أيضا ببرامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة المحلية لافتا إلى أهمية الطاقة التي قال إنها هي مصدر للتنمية الاقتصادية فإذا ما توفرت أتيحت عوامل البناء لقطاعات أخرى قال المخلافي أيضا أول اهتمامات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إلى جانب ترويجها للتجارة والاستثمار هو تجيع أهمية نقل التكنولوجيا وهو أحد المحاور الأساسية للغرفة وقبل قراءة ما لدينا من صفحات في الصحف العربية نذهب إلى فاصل القصير قو معنا مرحبا بكم مجددا مشاهدين إلى الصحف العربية وإلى صحيفة العرب الجديد تحديدا حيث عنونت في إحدى صفحاتها قائلة مخيمات طبية تنقذ فقراء اليمن تقول الصحيفة الحرب عطلت عمل بعض المستشفيات الحكومية ما جعل البعض خصوصا الفقراء عاجزين عن التداوي فكان الحل في المخيمات الطبية حيث أن الأسر الفقيرة تعجز عن تأمين تكاليف التداوي في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في وقت أغلقت عشرات المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية وبسبب ذلك شهدت الأوينة الأخيرة زيادة في المبادرات الطبية الإنسانية التي تهدف لعلاج الألاف اليمنيين مجانا تضيف الصحيفة ينتظر يمنيون هذه المبادرات الطبية المتنقلة ليحظوا بعلاج مجاني للأمراض التي عانوا منها خلال الحرب وحتى قبلها ولم يكن في مقدورهم غير الصبر بسبب قلة الحيلة إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي تابعت الزيارات الميدانية للرئيس وعنونت هذه يزور المسيلة في حضر موت وجهود حكومية لاستئناف إنتاج البترول الرئيس هذه زار أحد القطاعات النفطية التابعة لشركة بيترو مسيلة النفطية العاملة في محافظة حضر موت وجاءت الزيارة تزامنا مع ترجيح مصادر رفيعة في شركة بيترو مسيلة قرب استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط في الحقول والقطاعات النفطية في المسيلة وبشكل كامل عبر ميناء الضب النفطي ويأتي هذا تتويجا للجهود المبذولة من جانب الحكومة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني كون الموازنة العامة للدولة تعتمد على النفط في 70% من إجمالي مواردها سياسيا قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصادر حكومية قالت إن الحكومة الشرعية وافقت مبدئيا على صيغة جديدة معدلة من خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وستعلن عن موافقتها الرسمية بعد تسلمها إياها المصادر أوضحت أن التعديلات استندت إلى نتائج اجتماعات وزراء خارجية الربعية الدولية في الرياض وبما يتفق مع المرجعيات الثلاث للحل السياسي لإنهاء الانقلاب تبدأ من سحاب البليشيات وبتسليم السلاح ثم الحل السياسي العائدون تحت هذا العنوان كتب محمد كريشان مقالته المنشورة في صحيفة القدس العربي والذي علق فيها حول واحدة من التحديات التي يواجهها العالم العائدون هو اسم الكتاب الصادر أخيرا في باريس عن أولئك الذين غادروا فرنسا للالتحاق بالجماعات الجهادية في سوريا صاحب الكتاب هو الصحفي ديفي تومسون التقى بعدد من هؤلاء العائدين إلى فرنسا بعضهم عاد مشمئزا من عنف النزاع في سوريا آخرون خاب أملهم في تجربتهم لكنهم لم يتوبوا البعض الآخر عاد مجروحا أو ملوثا نفسيا القضية ليست تونسية ولا مغربية ولا ليبية ولا خليجية ولا فرنسية ولا بريطانية بل عالمية ولا مفر من التفكير العقلاني الرصين الذي يتيح وفق رؤية مدروسة ومحسوبة المخاطر من تحييد هؤلاء المتطرفين الذين قد يترك بعضهم سكته السابقة لكن بعضهم الآخر سيعود متأبطا شرا بالبلاد والعباد يحركه حقد دفين قديم وجديد الفرق الوحيد والكبير بين بلداننا العربية وبين الدول الغربية في هذا الشان أن جماعتنا سياسيين وصحفيين يتحدثون في غالبيتهم بلغة العواطف والمكايدات السياسية بينما يتحدث الآخرون بلغة الدراسات والتحقيقات والمصلحة العليا يقول المؤلف إن كتابه يحاول تفكيك الميكانزمات الاجتماعية والدينية والسياسية والعائلية والنفسية للعائدين كما يروي خيباتهم والتهديد الذي ما زالوا يمثلونه على التراب الوطني وهو تهديد غير مسبوق بالنسبة إلى السلطات التي وقد اكتسحها المد بالمعنى الحرفي للكلمة لا تدري بعد كيف تتصرف مشاهدين نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مسؤول يمني قوله إن انتصارات الجيش والمقاومة لا تعني التخلي عن الحل السياسي باعتباره الوسيلة الوحيدة والصحيحة لتجاوز أثار الانقلاب وعودة الاستقرار وأكد المسؤول أن من شأن هذه الانتصارات أن تجعل الطرف الانقلابي يدرك استحالة الاستمرار في هذا الوضع والتعنت أمام كل الخطوات الإيجابية والتنازلات التي قدمتها الشرعية في سبيل إنهاء معاناة اليمنيين وذكر المسؤول للبيان أن الشرعية لا تزال تفضل الحل السياسي تدعمه في إطار المرجعيات الثلاث ورفض أي محاولة لشرعانة الانقلاب أو مكافأة للانقلابيين يتابع لكنها ستكون مضطرة للمضي في الخيار العسكري إذا لم ينصع الانقلابيون للقرارة الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى صحيفة القدس العربي وضمن الأخبار الأكثر تداولا عنوانة اقتحم المطار بسيارته من أجل حبيبته تقول الصحيفة اقتحم رجل بسيارته أبواب المطار وقاد سيارته إلى الداخل حتى وصل إلى بوابات المغادرة وفقا ما ذكرت إدارة مطار قزان الروسي تضيف الصحيفة قال الرجل إنه فعل ذلك بدافع الحب وفي جلسة استماع في المحكمة أشار إلى أنه خطط طريقه بعناية ليصل إلى منصة السكة الحديد موضحا إنني كنت أقاتل من أجل الحب وبيّن أن صديقته كانت لتصل إلى الصلاة الداخلية وهذه كانت طريقته لاستقبالها مصور في المكسيك سور مقطع فيديو لأحد الأباء في بلدة محلية هناك وهو يدعو أبناء منطقته للحضور إلى حفلة مولد ابنته وتم نشر المقطع في الإنترنت وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فقد انتشر المقطع على نطاق واسع واعتقد الجميع في المكسيك أنهم مدعوون تواصل الصحيفة نقلا عن والدة الفتاة الأب عندما قال الجميع مدعوون كان يقصد المناطق المجاورة ولم يكن يقصد كل أرجاء المكسيك لكن مقطع الفيديو كان قد نشر بالفعل عدة مرات على يوتيوب وشاهده الملايين واستجاب له نجوم موسيقيون عقب انتشار الفيديو تقول الصحيفة إن الملايين عبروا عن رغبتهم بحضور الحافل بل إن شركة الطيران المكسيكية قدمت عرضا بالتخفيض 30% على سعار التذاكر إلى ولاية سان لويس بوتوسي التي استضيف فيها الحافل تحت شعار هل أنت ذاهب إلى حافل روبي؟ تتابع الشرق الأوسط صبيحة الاثنين وصل المئات إلى الحافل وأخذ العدد يزداد حتى وصل إلى الألاف وأصبحت المناسبة شبيهة بالحفلات الموسيقية الكبيرة واكتبت السيارات حتى تعطلت الحركة في المناطق المجاورة وشاركت قوات الشرطة والصليب الأحمر في مراقبة الموقف فكرة الضحية الأمريكية تحت هذا العنوان كتب فيكتور ديفيس هانسون مقاله الذي أعادت صحيفة البيان نشرة وقال في أجزاء منه قدم لنا الإغريق فكرة مأساوية تتمثل بأن الحياة ليست عادلة بتاتا وقالوا إن الأمور السيئة تصيبها بلا سبب الناس الأخيار وعادة ما تكون خيارات الحياة مقسمة بين السيئ والأسوأ وفي المسرحيات القديمة لليونانيين إسخيلوس وسوفوكلس تبرز كل من البطولة والنبل من المآسي وحسب أوجد الأمريكيون الجدد علاجا وهو أن الحياة يجب أن تكون عادلة دوما وما لم يكن كذلك فيتوجب إلقاء اللوم على شخص ما أو أمر ما فجميع الأشخاص الأخيار يستحقون حياة طيبة أو شيئا آخر هل يعتقد أي أحد أن ثقافة الشكوى يمكنها تشيد قطار فائق السرعة في كاليفورنيا حتى أن مؤيدي تلك الفكرة يرغبون بأن يجري بناء السكك الحديدية بعيدا عن منازلهم دور الضحية حول وضع اللاعب كابرنيك من كونه لاعب خط وسط مرهقا للغاية إلى مدافعا عن العدالة الاجتماعية بمجرد تحديد فكرة الضحية فإننا نخسر هواياتنا وكجزء من الشعور الجماعي بالغضب نطالب بالعفاء الشامل عن كل أوجه القصور التي تعترينا أحيانا يصبح فن فكرة الضحية أمرا مربكا ففي حال كنا جميعا ضحايا نوع ما فمن بقي إذا ليكون الجاني هل يمكن إدانة الضحايا وفي حال كان الأمر كذلك فعلى من يقع الاختيار للأسف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتنظيم داعش والصينيين ليس لديهم أي تعاطف لأي من الأمريكيين الذين يطالبون بأن يكونوا مكان الضحية رئيس الوزراء التركي بن علي يالدرن افتتح في قهرمان مارعاش جنوب تركيا مخيما يتكون من مساكن سابقة التجهيز مخصصة للسوريين بسعة خمسة وعشرين ألف شخص يضم خمسة ألاف مسكن مركزا تعليميا أربعة مدارس مسجدا قاعة عزاء سوقا مركزين لإعادة التأهيل بالإضافة لملاعب كرة قدم وسلة نتابع الصور التي أوردتها وكالة الآن نضغل ترجمة نانسي قنقر لم يبقى سوى الكاريكاتر مشاهدة ممتعة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر